عيد آخر ثقيل على اليمنيين إذ يفقد أبسط ملامحه بين النازحين في المخيمات المتفرقة هنا في مخيم مدينة الشعب بالعاصمة المؤقتة عدن حيث تعيش أكثر من مئة أسرة نزحت قسراً من محافظة تعزة التي لا تزال ترزح تحت وطأة الحرب العيدة القديمة بلادنا إن شاء الله نحن نروح لنا بلادنا من عطينا نحن شار ي هل عدوا نحن الحوالثة خلوا نحن لا عدنا شيء البلاد ولا عدنا شيء بعيدون عن المناطق والأهل والجيران يقضون أوقاتهم في جهيل النزوح حيث تمضي حياتهم وسط هذه المخيمات التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة المخيم الشعب لا يحسنا بالعيد لا يحسنا بأي cannon مع الحمى ومع شدة الحمى نحتاج المراوح، نحتاج الكرهبة، نحتاج الدباب غاز ولا في أي حاجة الاستمرار في مخيمات النزوح لا يعني نسيان البيت والموطن الأول فهؤلاء وإن شعروا بالأمن والهدوء قليلا هنا إلا أنهم يظلون في حنين دائم إلى قرىهم وحياتهم السابقة التي يسترجعونها مع كل مناسبة ما يكون العيد مليح إلا عند الأقارب والقيران عند أصحابنا وعنده وبالبلاد يعني عندنا حسن من هنا أصلاً هنا ما بيش أحد نلعب معهم كل واحد نتفرقين نفرقون الحوثيين خلونا يشتطون كل واحد يروح مكان نحن هنا في مخيم الشعب لا نعرف مظاهر للعيد لا نعرف إلا النزوح والتعب العيش الضنكاء ولكن ما نسوي يعني هذا ما أراده لنا مليشيات الحوثي الجرامية اللي شردت بأهلنا وأسرنا والقتيل والقريح بفعل انقلاب مليشيات الحوثي وتفجيرها حرباً في أغلب محافظات البلاد تحولت مناسبات الأعياد إلى أوجاع لدى اليمنيين وباتت حياتهم تسير على نحو مؤلم وقاسي معها لا يشعرون بالحاجة إلى البهجة في العيد فقط بل وقيمة الحياة إن كان فيها بقية من أمل أن تعيدهم إلى واقعهم الطبيعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة